النهاردة هنتكلم عن برنامج مهم جدا وهو برنامج مصر الرقمية برنامج مصر الرقمية من أعظم من أنتجاته المنظومة الحكومية في مصر في خدمات كتيرة منها التموين والتوصيخ وتأمينات الاجتماعية والمركبات والرخص الخاصة بالمواطن والشهر العقاري وكل ما يتعلق بالشهر العقاري وخدماته الدرائب العقارية السجل التجاري خدمات القضايا والقضايا المسجلة على المواطن ممكن يكون بدون علمه أو بعلمه المحاكم وكل ما يتعلق بالمحاكم والأحوال المدنية لو أخدنا كل بند محتاج فقرة مستقلة بذاتها ولكن احنا هندي نبزة عن الخدمات العامة التي تقدر تشتغل عليها في المنظومة الحكومية حيث يمكنك من خلال هذه البرنامج إجراء الكثير من الأمور المتعلقة بالعلاقة المواطن بالمنظومة الحكومية التموين تقدر تفعل بطاقة التموين إصدار بدل التالف لبطاقة التموين نقل من محافظة إلى أخرى فصل التموين ضم أفراد أسرة الاستعلام عن الصرف إضافة الأبناء إضافة صرف التموين إضافة الزوجة إيقاف نفس وإيقاف بطاقة التموين أو تعديلها أو تغييرها في غير بطاقة التموين كل ما يتعلق بالتوصيق الحكومي والاستعلام عن سريان محرر مميكان وتحرير توكيل وتحرير إقرار بالشطب تحرير إقرار بعدم موجود تعادلات على البيانات المساحية بنفسك وخدمات أخرى كتير توكيل عام تقدر تعمل توكيل عام وطبعا تستلموا من الإدارة المتعلقة بالشهر العقاري تحرير توكيل من الأمور الزوجية حجز موعد عندنا التأمينات الاجتماعية وكل ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية من الاستعلام عن البيانات الأساسية عرض رصيد المنشأة إذا كان عندك منشأة تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن أوعية الأجور وما يتعلق بها والاستعلام عن العمالة والاستعلام عن كشف حساب منشأة الاستعلام عن عمليات المقاولة التابعة للمنشأة الاستعلام عن سيارات المنشأة والاستعلام عن العمالة المنتهية طبعا ده فيما يتعلق بأصحاب المنشأات المركبات كل المركبات اللي هي بتضم اسم المواطن طبعا ممكن تقدر تعمل خدمات مختلفة من سداد مخلفات تجديد رخصة المركبات ممكن تجي لك التجديد على البيت بدل فائد بدل تالف تحرير توسيق عقد بيع من مركبة تحرير توكيل بيع من مركبة تحرير توكيل إدارة المركبة استعلام عن المخالفات التأكد من صحة بيانات مركبة سداد مخالفات مركبة توسيق عقد بيع توكيل بيع دراجة نارية توكيل إدارة دراجة نارية يعني مجموعة من الخدمات المتنوعة طبعا الرخص اللي باسم المواطن والاستعلم عن المخالفات والتظلم من المخالفات ممكن تقدر لو عندك مخالفة ممكن تتظلم عليها من خلال المنظومة سداد المخالفات اصدار بدل تالف لرخصة القيادة اصدار بدل فاقد لرخصة القيادة سداد مخالفات رخصة القيادة كل هذه الخدمات من خلال منظومة مصر الرقمية الشهر العقاري وما يتعلق بالشهر العقاري تقدر تعمل توكيل والاستعلام عن التوكيل في خدمات كتيرة تقدر انك انت تستفيد بها من خلال برنامج مصر الرقمية فيما يتعلق بالتوكيلات بالشهر العقاري وما يتعلق بالضرائب العقارية السجل التجاري ممكن تقدر تستخرج سجل تجاري بدون الظهود بدون الذهاب إلى مصلحة السجل التجاري علشان تقدر تستلم هناك وممكن السجل التجاري يجي لك على العنوان الخاص بيك طبعا كل ما يتعلق بخدمات السجل التجاري من إصدار من الحجوزات من طلبات موافقة وفحص أمني وطلبات شهادات سلبية وطلب قيد أفراد على المنظومة السجل التجاري خدمات القضايا أحيانا ممكن يبقى عليك قضايا وانت ما تعرفش طبعا من خلال هذه الخدمة تقدر تعرف الاستعلام عن كل خدمات والدعاوية القضائية والاستعلام عن حدوث أي نوع من أنواع الاستئناف والاستعلام عن المطالبات والاستعلام عن كافة الإجراءات المتعلقة بالقضايا في خدمات المحاكم كذلك بنفس الشيء التسجيل المحامي لو أنت عايز تسجل المحامي أو إقامة دعوة مدنية بالمحاكم وآخر حاجة الأحوال المدنية أنك أنت هتقدر تستخرج بطاقة بدل فائد بدل تالف شهادة ميلاد شهادة وفاة قاسيمة زواج قاسيمة طلاق إصدار شهادات ميلاد مميكانة لأول مرة أو أي نوع من أنواع المحررات الرسمية تقدر تقدم الطلبات بتاعتها وجيلك على البيت كل باند من دول محتاج طبعا فيديو لوحده ولكن احنا اتكلمنا بشكل عام لو أي حد محتاج أي معلومات إضافية ممكن نكتبها في التعليقات وإحنا نفرد لها فيديو خاص بيها شكرا جزيلا